ازاي ايوكم يا جماعة عاملين ايه النهاردة الفيديو ده هيكلمكو عن هاند بريندر تورنيدو اه بجميع انواعه باسعاره بمصافاته اه بس في بداية الفيديو لو استفدت بمعلومة ولو زغيرة متنسانيش في اللايك وسبسكرايب عشان دايما محتاج لدعمكم اول نوع عندنا اسمه تي اتش بي الف ام كي ده صورته هتلاقيها اتزهر قدامك هو الف واط اه في مميزات جميلة جدا 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 يعني وده يمكن من افضل هاند بريندرز اللي انا بحبها في التورنيدو اه في خلاط يدوي الف واط ودي اكبر قوة موجودة عندهم اه فيه سرعة عادية فيه سرعة تيربو اه السكينة بتاعته من الاستانل ستيل طبعا ضد الصدق اه فيه كمان اه كاس بلاستيك كده 900 ميلي اه وبلد المنشأ بتاعه تركيا خلي بالكم مش الصين اه وده ضمانه لمدة سنة وكمان مزود بمضرب بيت تمام عدد الصورات بتاعته سرعة واحدة زي طبعا السرعة ايه اللي هي التيربو اللي هي السرعة كوسوة يعني وطبعا امكانية الفك والتركيب بسهولة دي طبعا حاجة بيتميزه جدا تاني نوع عندنا اللي هو التورنيدو اه 800 واط اتش بي 800 اف اه وده عندنا بيتميز با برضو عنده فيه كذا سرعة اه وعنده وفيه كمان سرعة تيربو ويد مريحة في الاستخدام الكوته طبعا اضعف شوية من الواء الالف يعني تمنمية دي برضو كوة مش وحشة كوة كويسة جدا اه ده بلد المنشأ بتاعه الصين خدو بالكو الصين وضمانه لمدة سنة واحدة طبعا انا بفضل ان انت تجيبوا تركي تحد اوروبي افضل كتير من الصيني يعني هتلاقي عمره الافتراضي مع الوقت بيعيش اكتر مهمة ده برضو مزاود بادرة ببيد اه مفرامة لحمة اه وقطعت خضروات اه الكاس بتاعه 0.8 لتر اه اه مزاود طبعا بهراس بطاطس اه ملحق للتعليق على الحائط اه اه يعني هو فيه مواصفات كتير برضو شوية يعني الناس اللي مش همهمها قصة الصناعة ممكن برضو ده من الحاجات الكويسة جدا ممكن ان انت تلجأ لها يعني بتهلت مضرب بيد عندنا هو مضرب بيد تورنيدو اتش بي اه روبا مية وده عبارة عن مضرب يدوي روبا مية واط اه اه وفيه طبعا مضرب بيد و اه اه شفارات ستانل ستيل بلد المنشأ برضو الصين فيه مفرامة لحمة وقطعت الخضرات اه سرعات متعددة والسرعة التيربو ورضو ضمان من مدة سنة وفيه برضو ملحلة التعليق على الحائط كاس بلاستيك اه اه بوينت فايفТ لتر mutant اه 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 هو طبعا اصغر من الانواع اللي فاتت فيه عندنا برضو هاند بلندر الف واط اسمه THP1000S وده برضه بلد المنشأ تركية صنع بلاستيك مزود بكهات بلاستيك قصدي مزود بثكينة مستانلستيل لتصدق سرعة عادية وسرعة تيربو وطبعا مطوره طبعا قوي جدا الالف وات ده انا بحبه جدا 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 وسعره بالمناسبة 585 جنيه سعره طبعا ممتاز بس مفهوش طبعا مضرب بيت وده يعيبه للأسف وفي حاجات كتيرة جدا نقصة عن الحاجات التانية يعني احنا عندنا النوع الاولاني اللي هو THP1000MK ده او نوع قلناه كان بـ 1185 جنيه التاني نوع قلناه لو HP800F بـ 1375 جنيه وفيه الـ HP400 اللي هو الـ 400W 655 جنيه والي هو الاخر واحد قلناه THP1000F 585 جنيه الأسعار دي طبعا أسعار التوكيل مش الأسعار بتاعت التاجر اللي بقى لك ان التاجر بيحط مكسب كبير فبلاش تجيب من تاجر عشان ما يحطش عليك فلوس زيادة انت ممكن انت بقى في حاجة ليه فيه عندنا برضو خلاط يدوي تاني تورنيدو 1000W برضو صناعة تركي اسمه THP1000MC برضو صورته هتظهر قدامكم الخلاط ده يدوي برضو سرعة 1000W اه فيه برضو صورة عادية وصورة تيربو هم صورتين اه فيه مفرامة لحمة سكينة من الستانلستيل ضد الصادق بلاستيبت هذا مزود بكاز بلاستيك 900 ملي بلد المنشأ تركيه اه طبعا كويس وفيه طبعا مضرب بيد وسكينة من الستانلستيل اه ضمن طبعا لمدة سنة اه ده سعره 765 جنيه فيه المضرب اللي البعاديه او الهند بريندر اللي البعاديه اه THP600W وبين اسمه برضو 600W اه برضو فيه مضرب بيد اه طبعا صورة يعني قوته 600W مش قد كده انا ما بحبهاش اه هي سرعة واحدة تيربو البلد المنشأ كمان الصين سعره 600 جنيه هو وده احسن حاجة فيه اه ان هو سعره حلو يعني يعني بالنسبة الانكانياته اه فهو سعره كويس جدا يعني انت لو حبيته ديه لحد فهو حاجة كويسة فيه مضرب بيد كاز بلاستيك بوينت سيفن لتر كابة بوينت فايف لتر اه حمل ملحقات طبعا اه اه تركيب طبعا عن سيفن اه شكل بتاعه حل اه بس دي كل حاجة عنه وفيه بعد كده النوع التاني اه في التورنيدو 600W اسمه تي اتش بي 600M اه وده سعره 655 جنيه اه عندنا امكانياته اه طبعا 600W استانل ستيل اه دي المادة تعتصنة الخلاط يعني الخلاط مصطوع من استانل ستيل اسود اه في اتنين زرار للتحكم في السرعات تسع مستويات للسرعة والسرعة تيربو بتاعته اه في مضرب بيد كاس بلاستيك بوينت سيفن كابة بوينت فايف لتر بلد المنشأ بتاعه الصين اه سعره زي ما احنا قلنا 655 جنيه انا شايف ان ده يعني سمعته حلو قوي اه برضو هاتبان صورته قدامكم يعني هو اليد بتاعته من استانل ستيل اغلبها فدي حاجات تديره قوة ومتانة اكتر اه ودي من افضل حاجات تقريبا ايه في الصين بغض النظر طبع على القوة ايه اه وفي عندنا الموديل الاخر موديل عندنا تي اتش بي ستمية سي ده خلاط يدوي ستمية واط برضو بلد المنشأ الصين مزود بخمس سرعات وسرعة متخطعة اللي هي السرعة التيربو اه ده جماعة في امكانية عمل عصير وتقطيع اللحمة اه مضرب بيد كاس بلاستيك بوينت سيفن كابة بوينت فايف لتر هراسة بطاطس زجاجة مناسبة للرحلات بلد المنشأ الصين برضو امكانياته حلوة اه لكن مطوره للأسف ضعيف شوية اه اتمنى كده اني اكون في التوكم اه معلش انا طاولت عليكم متنسانيش في اللايك وسبسكرايب وقولك سلام